السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة بإذن الله هنتكلم عن شخصية كان لها تأثير كبير على التاريخ العربي والتاريخ السوري الشخص اللي حكم سوريا لمدة 30 سنة الشخص ده هو حافظ الأسد فهنعرف من هو حافظ الأسد وإزاي كانت نشأته وهنتكلم عن الوحدة بين مصر وسوريا وانقلاب عام 1963 وإزاي يقدر حافظ الأسد إنه يتخلص من صديقه صلاح جديد ويسيطر على سوريا وحزب البعث وهل فعلا سلم الجولان لإسرائيل وإيه هي المجزرة اللي حصلت في الجنود المغربة اللي جهو يساعده سوريا في حرب اكتوبر وليه حافظ الأسد وقف مع الخميني وإيران ضد العراف وصدام حسين في حرب الخليج الأولى وإيه سر العدوة اللي كانت بين حافظ الأسد وصدام حسين وإيه هو دور حافظ الأسد في حرب الخليج التانية وفي الحرب الأهلية اللبنانية وهنتكلم عن مجزرة الشغور ومجزرة حماه وكمان هنعرف سبب وفاة حافظ الأسد وتفاصيل تانية كتير بس بسرعة كده اشترك في القناة وفعل زير الجرس وأحلى كوباية شاي وركز معايا كانت سوريا تابعة للدولة العثمانية من عام 1516 لكن بعد ما دخلت الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى وتهزمت في الحرب سيطرت بريطانيا وفرنسا على أراضي الدولة العثمانية فاحتلت فرنسا سوريا عام 1920 ومن وقتها بدأت مقاومة الشعب السوري ضد الاحتلال الفرنسي فحصلت معركة مثلون عام 1920 لكن انتصرت في المعركة دي فرنسا واللي كانت مجاهزة جيشها بأحدث الأسلحة طيارات بقى ودبابات ومدافع وفي المقابل كانت المقاومة السورية مش معاها غير البنادة وبقيت فرنسا بتستخدم سياسة فرع تسود بمعنى انها زرعت الطائفية بين أبناء الشعب السوري سنة وعلويين ودروس علشان تستمر في احتلالها لسوريا وبقيت بتعامل الطائفة العلوية معاملة أفضل من باقي الطواقف وبتديها امتيازات أكتر وبقيت أغلب العلويين في الجيش وسيطروا على الجيش السوري وزادت الفتنة اللي زرعتها فرنسا داخل سوريا لدرجة ان الطائفة العلوية راحوا لفرنسا وطلبوا منها انها ما تخرجش من سوريا ووقعوا على وثيقة بالكلام ده وكان من ضمن الوقع على الوثيقة دي واحد اسمه شليمان الوحش وافتكروا الاسم ده كويس واستمرت مقاومة الشعب السوري للاحتلال الفرنسي وفي الفترة دي وبالتحديد في مدينة القرداحة التابعة لمحافظة اللازقية عام 1930 يتولد حافظ علي سليمان الوحش الشهير باسم حافظ الاسد وبينتم حافظ الاسد للطائفة العلوية واسرته كانت اسرة فقيرة وبتشتغل في الزراعة ولما كبر شوية حافظ الاسد دخل المدرسة الابتدائية اللي كانت في مدينة القرداحة وكان هو اول واحد في اخواته يدخل للمدرسة وبعد ما خلص المرحلة الابتدائية دخل المرحلة السنوية في مدرسة تابعة لمحافظة اللازقية وهنا عندنا روايتين الرواية الرسمية بتقول انه كان متفوق وعايز يدخل لكلية الطب لكن ظروفه المادية ما سمحتش لكده لكن الرواية التانية بتقول انه ما كانش متفوق ولا حاجة وكان بيسقط كتير في المدرسة والدليل على كده انه دخل المرحلة السنوية عام 1945 وتخرج منها عام 1951 وفي الفترة اللي كان لسه فيها حافظ الاسد طالب في المدرسة السنوية خدت سوريا استقلالها عن فرنسا عام 1946 وبقي شكر القواتلي هو اول رئيس لسوريا المستقلة وكان حافظ الاسد مهتم بالسياسة وبالتنظمات الطلبية وبقي رئيس اتحاد الطلبة وانضم الحزب البعث عام 1946 اللي كان موجود في محافظة اللازقية وحزب البعث ده حزب قومي بيرفع شعار ان يكون في وحدة بين الدول العربية المهم حافظ الاسد يخلص المرحلة السنوية ويدخل الاكاديمية العسكرية في مدينة حمص عام 1952 وبعدها دخل الكلية الجوية وتخرج منها بردبة ملازم طيار عام 1955 وعام 1957 اتجوز حافظ الاسد زوجته انيسة مخلوف واللي خلف منها ابنه ماهر وباسل وبشرة ومجد وبشار الاسد وفي مصر بدأ يلمع نجم جمال عبد الناصر ويطالب حزب البعث اللي حافظ الاسد واحد منه انه يبقى في وحدة بين مصر وسوريا وفعلا اتأسست الجمهورية العربية المتحدة عام 1958 وبيه جمال عبد الناصر هو رئيس الجمهورية العربية المتحدة وشكر القواتلي اتنازل عن الرئاسة وبيه هو نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة وسافر حافظ الاسد لمصر علشان يتدرب على قيادة الطيرات النفاسة وكان منشروط جمال عبد الناصر انه علشان تتم الوحدة بين مصر وسوريا انه يتم حل كل الاحزاب السورية وفعلا حزب البعث حل نفسه لكن الكلام ده ما عجبش حافظ الاسد واربعة تانيين وهم محمد عمران وعبد الكريم الجندي واحمد المير وصلاح جديد وراحوا اسسوا تنظيم سري وسموه تنظيم اللجنة العسكرية لحزب البعث المهم سياسة عبد الناصر انه ما يكونش فيه احزاب وانه يتعمل مجلس نواب موحد بس اغلبه من المصريين غير كمان انه يتم تأميم البنوك واقالة بعض الضباط السوريين الحاجات دي ما عجبتش كتير من السوريين فراح ضابط اسمه عبد الكريم النحلاوي عمل انقلاب في دمشق على عبد الناصر والغاء الوحدة والكلام ده كان عام 1961 وبيه نظم الخدسي هو رئيس الجمهورية السورية وتروح مصر تحبس ضباط سوريين كانوا عندها وتروح سوريا تحبس ضباط مصريين كانوا عندها ومن الدباط اللي حبستهم مصر كان حافظ الاسد واعضاء اللجنة العسكرية وخرج حافظ الاسد من السجن بعد 44 يوم وبعدها راح على سوريا وكان حافظ الاسد متأثر بشخصية جمال عبد الناصر وكان ضد فكرة الانفصال عن مصر فلما رجع سوريا طردوه من الجيش هو واعضاء اللجنة العسكرية لحزب البعث وكمان ضباط تانيين تبعين لحزب البعث لان حزب البعث كان سبب من ازباب الوحدة مع مصر وبدأت اللجنة العسكرية لحزب البعث تخطط علشان تعمل انقلاب على العبد الكريم النحلاوي وفعلا في دمشق عام 1963 يحصل الانقلاب ويشيلوا الرئيس ناظم القدسي ويجيبوا مكانه امين حافظ وبئة اللجنة العسكرية وحزب البعث هم المتحكمين في سوريا واعلنوا قانون الطوارئ ومنعوا الصحف والاحزاب وبدأوا يعملوا محاكمات واعدمات للمعارضين لهم وحاكموا سوريا بالحديد والنار والسياسة دي ما عجبتش ناس كتير فحصلت مظاهرات في مدينة حما عام 1964 لكن القوات السورية واجهت المظاهرات دي واتلت من خمسين لاثنين وتمانين واحد ده غير اللي اعتقلتهم وبدأت الخلافات داخل الحزب فاتقرر اللجنة العسكرية انها تعمل انقلاب داخل الحزب وفعلا حصل الانقلاب عام 1966 وشالوا رئيس الجمهورية امين حافظ وجابوا مكانه نور الديني الاتاسي وكمان شالوا رئيس حزب البعث ميشيل عفلق ولما لقوا زميلهم محمد امران مش عجبوا السياسة بتاعتهم راحوا مطيرينه وفي رواية بتقول ان حافظ الاسد قتلوا في لبنان عام 1972 وبيئي صلاح جديد هو نائب الامين العام لحزب البعث وبيئي حافظ الاسد هو وزير الدفاع وبكده ما تبقاش قدام حافظ الاسد غير ثلاثة بس ويسيطر على سوريا كلها وهم صلاح جديد وعبد الكريم الجندي واحمد المير وفي الفترة دي كان الاحتلال الاسرائيلي عايز يثبت نفسه في المنطقة فقرر انه يوجه ضربة للدول العربية وهي مصر وسوريا والاردن وفعلا حصلت حرب عام 1967 67 اللي تسمت بالنكسة وهجمت القوات بتاعت الاحتلال الاسرائيلي على مصر وسوريا والقوات الاردنية اللي موجودة في فلسطين وفي الهجوم الخاطف اللي عملته قدت على القوات المصرية واحتلت سيناء وبعدها راحت ضربة القوات الاردنية وقدت عليها واحتلت القدس وفلسطين كلها وكمان راحت على القوات السورية لكن الوضع في سوريا كان مختلف شوية لان الجيش السوري كان مستعد اكتر لدرجة ان موشي ديان قال ان اسرائيل كانت هتفقد الامل في انها سيطر على الجولان واستمر الوضع على كده لحد اليوم الخامس لكن في اليوم الخامس تحصل المفاجأة وهي ان وزير الدفاع حافظ الاسد اصدر بيان بسقوط الجولان وما كانتش لسه سقطت ولا حاجة والكلام ده قالوا الرائد السوري خليل مصطفى في كتابه سقوط الجولان والبيان اللي اصدروا حافظ الاسد اثر على معنويات الجيش السوري وبقى بعض القاضة في الجيش السوري بيقول الجنود بتاعهم انهم يهربوا وتروح اسرائيل تصيد في الجنود دول زي العصفير وتسقط الجولان وتحتل لها اسرائيل وبيقول محمود جامع وده صديق مقرب للسادات ان حافظ الاسد باع الجولان بخمسين مليون دولار واحتلال الجولان خلى الخلافات تبدأ بين حافظ الاسد وصلاح جديد لكن اللي شال الشيلة هو احمد المير قائد القوات السورية على جبهة الجولان وبكده ما تبقاش قدام حافظ الاسد غير اتنين بس ويسيطر على سوريا كلها وهم صلاح جديد وعبد الكريم الجندي ويروح حافظ الاسد يقول لصلاح جديد ان عبد الكريم الجندي لعلاقات قوية داخل حزب البعث وكان بدأت يبقى فيه انتقادات داخل الحزب بسبب الهزيمة في سبعة وستين فرحت الشرطة تقبض على العبد الكريم الجندي بامر من صلاح جديد لكن له قيوه منتحر وسايب ورقة مكتوب فيها حافظ الاسد خايل وبكده ما تبقاش قدام حافظ الاسد غير منافس واحد بس وهو صلاح جديد ولما حصلت احداث ايرون الاسود عام 1970 وده عبارة عن صراع بين الجيش الاردني والمقاومة الفلسطينية اللي كان مقرها في الاردن بعد ناكسة سبعة وستين فاتدخل صلاح جديد وبعت القوات السورية علشان تساند المقاومة الفلسطينية ودخلت الدبابات السورية للاردن لكن الطيران الاردني هجم على القوات السورية فرح صلاح جديد طلب من حافظ الاسد انه يبعث الطيران السوري علشان يشارك في المعركة لكن حافظ الاسد رفض وتهزمت القوات السورية في الاردن فيروح صلاح جديد يعمل مؤتمر للقيادة القومية في دمشق علشان يشيلوا حافظ الاسد لكن كان خلاص حافظ الاسد عمل استعداداته وسيطر على الجيش وقال لهم اللي سبق اكل النبا وفي سوريا عام 1971 يعمل حافظ الاسد انقلاب على صلاح جديد وده الانقلاب رقم 9 في تاريخ سوريا ورح حافظ الاسد اعتقل صلاح جديد ورئيس الجمهورية نور الدين الاتاسي وقيادات حزب البعث وحبظ صلاح جديد في سجن بدمشق واستمر هناك في السجن المدة 23 سنة ما شفش النور لحد ما مات وتثبت الاحداث دي بالحركة التصحية وبدأ حافظ الاسد يخطط علشان يسيطر على كل سوريا فرح عين احمد الحسن الخطيب رئيس الجمهورية وخلى نفسه هو رئيس للوزراء وبعد كده شال احمد الحسن الخطيب وخلى نفسه هو رئيس الجمهورية ورئيس حزب البعث وكمان القائد الاعلى للجيش وبقي يعمل استفتاء شعبي كل سبع سنين وبالاستفتاءات دي بقي هو رئيس الجمهورية لحد عام 2000 وكانت نسبة النجاح بتكون لاما 99% لاما 100% زي ما حصل عام 1985 وعام 1999 ورحف الاسد عمل دستور جديد في سوريا ويدل نفسه فيه كل صلاحيات وبيه هو اللي مسيطر على البرلمان وعلى الحكومة وفي الدستور الجديد ما بقيش فيه اي حزاب غير حزب واحد بس وهو حزب البعث وشال مادة ان الاسلام هو دين الدولة لكن رجعها مرة تانية بعد ضغط وبعد كده شال كل النقابات المهنية وبيتحط له تماثيل في دمشق وفي كل سوريا وانتشرت شعرات حافظ الاسد القائد للابد وبكده بدأت اسطورة حافظ الاسد في سوريا وعام 1971 يأسس حافظ الاسد والسادات والقذافي اتحاد الجمهوريات العربية لكن الاتحاد ده فشل بسبب الاختلاف على بنود الاتفاق وعام 1973 تقرر مصر وسوريا انهم مشنوا حرب على الاحتلال الاسرائيلي علشان يستردوا سينا والجلام اللي احتلتهم اسرائيل في ناكسة 67 وفعلا تبدأ حرب السوبر او حرب تشرين التحريرية وبالرغم ان القوات السورية كانت متقدمة في اليوم الاول الا ان حافظ الاسد اصدر اوامره بوقف القتال واستكمال القتال في اليوم التاني وده ادى فرصة للاحتلال اسرائيلي انه يستدعي جنود الاحتياط بتوعه وبالتالي تقلبت الموازين وتقدمت قوات الاحتلال اسرائيلي داخل سوريا لدرجة ان بيق بينها وبين ضمشق عاصمة سوريا 35 كم بس وكمان حصلت مجزرة في القوات المغربية اللي جات من المغرب ريسوريا علشان تشارك في حرب اكتوبر لكن القوات دي بالرغم انها تقدمت الا ان ما جلهاش الدعم الجوي فحصلت مجزرة في القوات المغربية ولولا تدخل القوات العراقية وباقي القوات العربية كان ممكن لاسرائيل انها تحتل دمشق وانتهت الحرب على الجبهة السورية بعد توقيع اتفاق فضل الاشتباك عام 1974 لكن فضلت اسرائيل محتلة الجولان لحد الان ولما حصلت اتفاقية السلام بين مصر واسرائيل اللي هي الاتفاقية اللي تسمت بكم بديفيد رفضها حافظ الاسد وحاولت الولايات المتحدة الامريكية انها تعمل سلام بين حافظ الاسد واسرائيل لكن حافظ الاسد رفض واصر على استرداد الجولان بالكامل الاول وهنا في وجهتين نظر الرأي الاول بيقول انه بطل قومي ويف وش اسرائيل وامريكا ومرضيش انحني واصر على استرداد ارضه لكن الرأي التاني بيقول ان حافظ الاسد مرضيش يعمل سلام مع اسرائيل علشان يهرب من المشاكل الداخلية اللي عنده بحيث انه يظهر انه هو بطل قومي وانه هو مشغول في حربه مع اسرائيل وانه الوحيد اللي بيقوم الاحتلال وبيدافع عن الامة العربية لكن على الناحية التانية حافظ الاسد مضربش طلقة واحدة على اسرائيل من بعد عام 1974 ياريت تكتبو لنا في التعليقات انتو مع انهي رأيي فيهم وعام 1975 تبدأ الحرب الاهلية في لبنان بين المسيحيين المورنة ومنظمة التحرير الفلسطينية اللي بقي مقرها في لبنان بعد احداث ايلول رسود في الاردن وفي منتصف عام 1976 كانت القوات المسيحية على وشك الهزيمة فراح تليمان فرنجية رئيس لبنان طلب المساعدة من حافظ الاسد وفعلا يتدخل حافظ الاسد ويدخل لبنان فدخلت القوات السورية والكتاب المسيحية لمخيم تل الزعتر وحصلت هناك مجزرة راح ضحيتها 5000 فلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية ما سكتتش وردت ونفس حافظ الاسد حملة ابادة ضد منظمة التحرير الفلسطينية والحركة الوطنية ده غير للقوات السورية اتلت اكتر من 2000 مسيحي واختصبت 200 امرأة وسيطر حافظ الاسد على لبنان وتوجهت اتهمات لحافظ الاسد انه هو اللي وراء مختر بشيري جميل الرئيس لبنان وفضت الدنيا مولعة لحد ما خلصت الحرب عام 1990 لكن استمر موجود في لبنان 30 الف جندي سوري واتاخدت الاسلحة من كل المليشيات معدى حزب الله وعام 1979 يروح حافظ الاسد يعمل تحالف مع العراق بانه يبقى فيه دولة موحدة مكونة من سوريا والعراق وكان فيها المفروض ان حافظ الاسد حيبقى هو رئيس الجمهورية العربية الموحدة وحيبقى احمد البكر هو نائب رئيس الجمهورية لكن لما جه صدام حسين وعزل احمد البكر لغى الاتفاق ده ومن وقتها بدأت العداوة بين صدام حسين رئيس العراق وحافظ الاسد رئيس سوريا وبالرغم ان حافظ الاسد اضع على كل خصومه الا ان ظهر له منافس تاني على الساحة وهو الطيار الاسلامي اللي كان رافض لسياسة حافظ الاسد ودخل في صراع معاه فحصلت حديثة مدرسة المدفعية في مدينة حلب واللي فيها اتلت مجموعة تابعة للاخوان المسلمين من خمسين لاثنين وتمانين ضابط ويقرر حافظ الاسد انه يقضي على الطيار الاسلامي والجماعات الاسلامية وراح نفذ مجزرة جسر الشغور عام الف تسعمية وتمانين واللي اتل فيها من مية وخمسين لامتين واحد بعد ما ضرب المدينة بالمدفعية وعام الف سعمية وتمانين في دمشق اتعرض حافظ الاسد لمحاولة اغتيال والمحاولة دي فشلت في رد رفعة الاسد اخو حافظ الاسد بانه عمل مجزرة سجن تدمر واللي فيها اتل مئات السجناء وعام الف سعمية وتمانين تحصل مجزرة حماع ودي كانت اكبر مجزرة في تاريخ الاسد لان اللي تاتل فيها اعداد كبيرة جدا في مصادر بتقول انهم كانوا اكتر من خمسة وتلاتين الف وفي مصادر تانية بتقول انهم وصلوا لثمانين الف واحد من اهالي مدينة حماع وعام الف سعمية وتمانين تبدأ حرب الخليج الاولى اللي كانت بين ايران بقيادة الخميني والعراق بقيادة صدام حسين ويروح حافظ الاسد يقدم الدعم للخميني وايران والدعم ده كان عبارة عن معلومات وسلاح وعام الف سعمية وتمانين كانت زادت قوة رفعة الاسد وحاول انه يعمل القلاب على اخوه حافظ الاسد لكن الانقلاب فشل وتنفى لموسكو وعام الف سعمية وتسعين تحصل حرب الخليج التانية بعد ما احتل صدام حسين الكويت وكان حافظ الاسد من الناس اللي صوتت على القرار اللي بيسمح بتدخل الولايات المتحدة الامريكية علشان تخرق صدام حسين من الكويت وشارك بقوات في التحالف اللي خرق صدام حسين من الكويت وكمان بعد قوات تانية علشان تحمي السعودية وهنا طبعا حتلاقي وجهة النظر في وجهة نظر حتشوفوا انه بطل شارك في حماية السعودية كدولة عربية شقيقة وكمان خرجوا القوات العراقية وفي انه حيشوفوا انه مش بطل ولا حاجة وكان بيعمل ده كله لمصلحته يعني علشان العدوة اللي بينه وبين صدام حسين وغير طبعا علشان يجيله دعم من دول الخليج وعانت سوريا من مشاكل اقتصادية كبيرة وده بسبب وقف المساعدات اللي كانت بتقدمها لها دول الخليج وكمان بسبب ضعف قوة الاتحاد سوفيتي فبالتالي قلت المساعدات اللي كان بيقدمها لحافظ الأسد ده غير الأزمة الاقتصادية اللي كان بيمر بها العالم في التمانينات بسبب انخفاض أسعار النفط وضيف على كده الفلوس الكتير اللي صرفه حافظ الأسد في الحرب الأهلية اللبنانية وكمان اهتمام حافظ الأسد بالصناعة ويهماله للزراعة وفي دمشق عام 1994 يموت باسل ابن حافظ الأسد بعد ان عمل حدثة بالعربية وده اللي كان بيجاهزه حافظ الأسد علشان يكون هو رئيس سوريا في المستقبل وكان حافظ الأسد بدأ يغير في سياسته فبيقي حليف للولايات المتحدة الأمريكية وخلى علاقته مع إيران علاقة سرية ده غير ان علاقته مع الاتحاد صوفيتي قبل ما يتحل بيئة علاقة طبيعية ودخل في مناقشات مع الاحتلال الإسرائيلي في محادثات فيرجينيا وكمان شارك في معاهدة مدريد اللي كانت بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية واعترف بمعاهدة السلام اللي كانت بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي وبسبب السياسة دي جات له مساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ورفض حفظ الأسد أنه يبقى فيه سلام بينه وبين إسرائيل غير لما ترجع إسرائيل الجولان مرة تانية لسوريا بالكامل لكن زي ما قلنا هنا فيه رأيين الرأي الأول شايفه أنه بطل وبقاوم لآخر نفس والرأي الثاني شايف أنه كان بيستخدم الورقة بتاعته المقاومة دي علشان يعني يخفف من الضغوط الداخلية اللي عليها أو المشاكل اللي بيمر بيها داخل سوريا بحيث أنه هو يعني مشغول في محاربته لإسرائيل والدفاع عن سوريا لكن في الناحية التانية حفظ الأسد مضربش ولا طلق على إسرائيل من بعد عام 1974 ونهاية عرب أكتوبر وبنى حفظ الأسد أكتر من جامعة في سوريا زي جامعة تشرين في اللازقية وجامعة البعث في مدينة حمص وكان بيهتم بالرياضة وفي عهده استضافت سوريا دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط وكان بيسند المرأة وتحررها والمساواة بينها وبين الراجل وفي التسعنات اتصاب حفظ الأسد بمرض السرطان واللي بسببه مات في دمشق عام 2000 بعد ما حكم سوريا لمدة 30 سنة ويحصل تعديل في الدستور السوري بأن يبقى سن الترشح الرئاسة 34 سنة بدل 40 علشان يبقى بشار الأسد ابن حفظ الأسد هو رئيس سوريا فلو عايزين حلقة عن بشار الأسد اكتبوا لنا في التعليقات شاركونا برأيكم في التعليقات وقولنا عايزين الفيديو اللي جاي يكون عن ايه وبإذن الله هنزل التعليقات دي في نهاية الفيديو اللي جاي ولو شايفين ان الفيديو ده أضف لكم معلومة جديدة اعملوا عجاب للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان وصلكم مشعار بكل فيديو جديد ينزل على القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته